استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 بالجزائر العاصمة الوزير الياباني المنتدى بالعلاقات الخارجية كانجي يامادا حيث تطرق الطرفان لواقع العلاقات الاقتصادية السنائية وسبول ترقيتها وتطويرها في إطار علاقات اقتصادية قائمة على الاستثمار والشراكة وفق مبدأ ربح ربح وعقب اللقاء أكد زغدار أن اللقاء كان مثمرا جدا مشيرا إلى أن المحادثات تمحورت حول عدة مجالات خصوصا الاستثمار في الميدان الصناعي كما أوضح الوزير أن اللقاء كان أيضا فرصة لشرح وتقديم محتوى قانون الاستثمار والإصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية مبرزا أن الجزائر أصبحت تستقطب كل الدول من بينها اليابان وكشف زغدار أيضا عن مبادرة تتمثل في عقد لقاءات ثنائية ومشاورات من أجل حث المؤسسات اليابانية على الاستثمار في الجزائر في عدة مجالات كما أبدأ ياماضا اهتمام العديد من المؤسسات اليابانية بالاستثمار في الجزائر لا سيما فيما يتعلق بالصناعات الميكانيكية وتحديدا صناعة المركبات مشيرا إلى أنها تقوم بالتحضيرات الضرورية للامتثال للأحكام الجديدة للولوج السوق الجزائرية ترجمة نانسي قنقر